تماع بيع لعيب او اتنين يساعد في حال الازمة ولا ده بيعتبر تفريغ للعناصر الاساسية بيأثر بالسلب على الفريق بالقطع لا انا ما بيعش لعيب دلوقت ما بيعش ما هو ده للأسف الشديد اللي غرق النادي الاسماعيلي ان كل شوية لعيب كويس والأسف مجلس الادارة او رئيس مجلس الادارة مسؤوليته ايجاد موارد او التفكير في كيفية تنمية الموارد تمام فابيستسهل يقول لك ابيع اللعيب الفلاني ده عشان اقدر اسرف على باقي الفرقة غلط هو ده اللي وصلنا المرحلة دي فمسألة ان انا ابيع لعيب علشان اسد مصاريف النادي بالقطع غلط انا النهاردة هفترض افترض على اساس بس انه ايه خلاص زي ما بقولك ايه على شط عوام ايه الكابتن اسامة خليل لو طول المسؤولية هيعمل ايه في نادر اسماعيلي لحال الازمة دي ومعضي الوقت رائع رقم واحد اغلاق تام على لعيبة النادي الاسماعيلي والنادي اللي الموجود والمبنى اللي موجود فيه هؤلاء اللاعبين اركز عليهم اوي اوي واحدد الناس اللي هتدخل النادي يعني موظفين الكتار دول وتسريب المعلومات والبلبلة الكبيرة اللي موجودة ده كل ده لازم الغيه ولازم اركز على المجموعة دي المجموعة دي عشرين خمسة وعشرين لعيب اعيش معهم لكن صعب جدا اننا اتعامل معهم بطريقة ايه بطريقة انا موجود معاكم النهاردة لكن بعد التمرين انا رايح بيتي او بعد التمرين انا رايح اعمل برنامج ما ينفعش الكلام ده اه يعني كتن حسين ميدو صاحب بالين ده تلاتة دلوقتي لا مواقع ده غلط وانا قلت الكلام ده ممثل بالليل بيمثل فيه فيه يعني هو اتكلم انه فيه عروض تمثيلية جيلا ومزيع الكلام ده حاليا اه لان انا عملت انه انا عملت حتى في المصر يوم عنوان ميدو تلات صناعة فانت شايف اللي اميدو هل يستطيع لا لا ده غلط الافضل خلاص بدلا مدرب يبقى خلاص يعني يقفل باب التأذير الاسماعيلي ده هو مش متطمن يعني هو حس ان هو هسيب البرنامج النهاردة بكرة وبعده هسيب الاسماعيلي مش هيكم غلط يا بليل اه يعني انا النهاردة مدرب وما احترام الشديد ليه وربنا يوفقه طبعا في كل مجالات حياته يعني ده وضع طبيعي راجل تموحه وعنده اشياء عايز ينجح فيها لكن انا مدرب انا مدير فني فرقتي في خطر يبقى يحلم الحلين يا ام اركز معهم اوي اوي واحتضنهم اوي اوي وعيش معهم اوي اوي وعطيهم 24 ساعة لعب الكرة داخل وخارج الملعب زاكي جدا وبيقرأ شخصية المدرب ودرجة تركيزه وعلى ضوءه هو بيتأثر تمام انا لعب كرة يا بليل ومدرب وفاهم النفسيات بتبقى ازاي جوه الملعب وجوه المجموعة طب هل ميدو لو مثلا ساب الاعلام وركز مع الفريق ممكن ينجح ممكن ممكن ينجح هل حضرتك شايف بكل صراحة برضو المعهود لك هل شايف انه ميدو رجل المرحلة دي في الاسماعيلي الوقت لا لا مع كل التقدير وكل احترام ليه واتمناله كل التوفيق المرحلة دي عايزة صناعي المرحلة دي في داخل النادي الاسماعيلي عايزة مع احترامي طبعا لميدو يعني ميدو من الصناعي ولمجموداته مش الصناعي صناعي من ناحية ايه صناعي من ناحية المعايشة ويبقى عارف ظروف اللعيبة دي وعايش معهم بتركيز ان انا ازاي ارفع الروح المعنوية للمجموعة دي لدرجة عالية جدا شايف دا ده خله بيدفع فلوس من جيب ويبقى موجود معهم وكلو دا مش موجود لا لا كل دا حلو وليه هو يدفع فلوس من جيب ويعمل الكلام دا كل دا كلام سليم انا ما متكلمش بي آر هنا ما متكلمش scissors انا بتكلم مهني يعني دا مش ضروف اطلاقا دا كل دا علاقات عامة لكن انا اركز على اركز على درجة الاعاشة ركز على تركيز اللعبة داخل السيستم بتاع المعسكر او في اقامة اللاعب ده بيلتزم ولا ما بيلتزمش اللاعب ده عايش المباراة وعايش التفكير في المباراة ولا لا لكن ما جيش انا ادربه دلوقتي وبعد ساعتين تلاتة ام اخذ عربيتي ورايح منطقة تانية علشان اعمل فيها شغل تاني اللاعب زكي على طول بيشعر بمدى خطورة الموضوع وبيعيش باسلوب الى حد ما في نوع من التساهم طب مين الصناعي اللي تتمنع وجوده دلوقتي في الاسماعيل حد من اسماعيلية حاليا حاليا حد من اسماعيلية فيه اكتر من اسم يعني فيه وهبة محمد وهبة فيه حمزة الجمل وكان ماشي كويس ماشي كان موجود ومشوق يعني انا بقول لحظة الرجل اليوم تعالى بعدها بتاني يوم الحاضر يعني يعني اباليك انا اصدعو لك فيه لكن لمرحلة لمرحلة قصيرة ان هو يعيش مع اللعيبة دي بس علشان حاسس بيهم وعارفهم كويس ويقدر يرفع من روحهم المعنوية على اساس ان ايه المركب تبتدي تطلع شوية وتبتدي يبقى فيه نوع من ايه من تحويل الاحباط لانتصار واهم بقى من الكلام ده كله ايه هو تحضيرك سألتني السؤال تمام لو انا موجود ايه لا وكلام ده انا قلته الدكتور عمارة على فكرة تمام رقم واحد الفرقة دي تقفل عليها كويس قوي زي معسكر عاشة كاملة لمدة شهر او شهر او نص على اساس يبقى فيه اربع خمس قليات زائد يا بليل زائد زائد وجود فريق اعداد نفسي وهنا هيقولك والله ده اسامة بيفكر في اوروبا او بيفكر زي الاوروبيين لا لا ده واقع ايه طبيعي في الظروف تي انا عاوز انقولك ننا عاوز حول الاحباط لانتصار تبقى كل الكلام عن فيل اسماعيل دلوقتي الاساس هي الازمة المالية بقى فلوس والنهاردة لما تيجي نسمع اسماء كتيرة بتعتذر عن تولي المسئولية من رجال اعمال اسماعيلوية او بعض الناس الامة يعني اصحاب خبرات بعتذروا عن تولي المسئولية شايف ده ازاي كبير ده امر بيحزنك برافا هل وصل نادي الاسماعيل لدرجة ان هو البعض تخافوا لك لا انا محرقش نفسك نادي الاسماعيلي لا انا هو انا هجاهز لغيري اجي مثلا شهرين ثلاثة ويجي واحد تاني هو اللي يجي بالانتخاب الاجابة من شقين يا باليف رقم واحد ان اللي يجي النهاردة نادي الاسماعيلي سواء فيه لجنة تدير او ايا من المساميات وده من بق المسئولين لازم على الاقل يبقى معا 40 مليون جنيه علشان خاطر رجلية تدخل كلجنة ده رقم واحد معناها ايه ان الحكومة النهاردة بالوضع الاقتصادي اللي البلد عايش فيه مش هتقدر تساعد اي حد فبالتالي اللي هيجي من الناس اللي هي عندها قدرات مالية للأسف الشديد لازم يحط فلوس طب مين بقى هيحط الفلوس اللي عنده مقدرة النهاردة بيقولك لا اللي عنده مقدرة وبعض الشخصيات احنا عارفينها كيف انا شاف ان الحديث عن اسماعيل اللي محتاج حلقة تانية معك كابتن ويطول ويطول